قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جاك سوليفان إن الولايات المتحدة لا تريد رؤية معارك بالأسلحة النارية في مستشفيات قطاع غزة حيث يقعوا مدنيون في مرمى النيران وفي تصريحات له أضف سوليفان أن الولايات المتحدة أجرت مشاورات جادة مع الجيش الإسرائيلي في هذا الشأن حفاظا على أرواح المدنيين وفي الـ G20 نحن نقوم بإمكاننا أن نرى الـ G20 يدور هذا المدني and deliver a broader vision of multilateral development banks that are better, bigger, and more effective. President Biden will also be calling on G20 members as leaders in the global economy to provide...